أكدت مصر على موقفها الدعم للقضية الفلسطينية والجهود المخلصة الرامية لحل حالة الجمود المسيطر على عملية السلام تمهيداً لإطلاق المفاوضات على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ياء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية فيديو كونفرنس صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري على رفض كافة الإجراءات الأحدية المخالفة للقانون الدولي مع التحديد من التبعات الخطيرة لتهديد الجانب الإسرائيلي بضم أراضي من الضفة العربية